بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صح عيدكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا جوزته بصحة ولهنا كنتم ما كافراد العائلتاكم انعاد علينا ان شاء الله بصحة ولهنا اليوم حبيباتي حبيت نحضركم من هالطريقة اللي استعملت هنا يعني شدتها في اليوتيوب مواقع تواصل اجتماعي جربتها هاد العام قلت نجربها لما لا نجرب ونشوف يعني النتيجة اللي نتحصل عليها هنا يا اه بعد زوجتها يعني جاب لي هاد الحجرة هادة تا القرابيل اغسلتها مليح مليح من قبل بالما عدة مرات ومبعدها قلت نعقمها ازتغسلتها بلوم وحطت لها لجابل كل حاجة اغسلتهم يعني ما شاء الله حتى ولو كنتشوفوا فيهم حتى ولولي قريب بيوضة هنا بعد ما غسلتهم مليح مليح قلت لكم عقمتهم هنا كنت اغسلتهم لهم شوية لهم وباش نحط لهم كامل هادة لغبرة اللي بزة وبعد عاود شللتهم اغسلتهم لجابل عاود شللتهم درت لهم الخل وبديت بديت لهنا قلت نشوفهم بعد ما نحط لهنا هذا الماء كامل عاود شللتهم ليح وبعد حطيتهم قلت ندير زعمة شوية شوية كبيرة ما نديرش انا في طاجين كما دارو هما ولا في مقلاة كان عندك مقلاة قديمة ولا طاجين ولا تقدر تديري فيها انا حطيتهم لهنا في سنيوة وبديت نشوف فيهم هنا تقدروا تنشوفهم غير بالكما نقول فوق سربيتة ولا حاجة هكذا قياة مهم باش نشوفهم بعد ما نشوفهم حاولت لهنا سييت شوية طريق برق شويته بصح ما كانش فيه ريحته شوية يجيوكي شغل قليتي الحمدة في المقلاة نورمال بعد اختار حالي ياولدك قلي ديري شوية على الفحم هكذا في الاخير نرمو عليه شوية على الزيت ونغطوها كما مولف ندير معكم هذيك الطريقة نحطوا الفحم هكذا في طبيسة نرمو عليه الزيت كي يسخن بيه مرمو عليه الزيت نغطوه جي فيها ريحة هذيك تعد دخانتها شوية نشوفهم بعد الهنا خرش تلات تغاث كي خرش تلات تغاث يعني الحالة كانت مليحة ما شو الله ما عندي ما نقول ههي تمشي تخطخي بيه حطيت الحمتاعي قطعتها قنا نديروها كده يشغل نقلوهم ونفي الاخير نديروهم الريحة تعد الفحم والهيكا حطيت برك شوية تعدتهم باش تتحمص لي اللي اسمه الحميس تاعي كونا قلت لك ماشي نتخي تخي بيه كو تشوفوا اللي هنا يا راني نقلي رمية الحمتاعي راني نقلب فيها كي نشوفها هكذا يا طابت على جيها نقلبها على جيها الاخرى وكملت هكذا احتشتها دخلها طيب الصورة هي توضح كل حاجة بسح شوفوا اللي هنا يعني كان يخرج الدخن بسح ما نحصلوش علش بسكراي فلاتيغاس الحالة مهوية كبيرة متخافو حتى حاجة متريحو حتى حاجة لاوالو بسح وشنو كانت سميشة بزاف نسيبو خطيتش هديك سخانة بعد ما طعبوا اللي هنا شوية ودخلهم طيب نجيب الملح تاعي بديتنقلب عليهم هكو تشوفوا فيهم الهنا يا كي ما نطيبو عادي وكأنك كي طيب في مقلع يعني الحجر هدوك وشنو ياخد تانيك الغاز الحجر هدوك باش يسخلك تخي تخي بيا ويجيك يفتي الحمتاعك لازم تسخني تانيك ملح يديلك قساعة هكذاك ولا هو يسخن ملح باش يعطيك يعني النتيجة المطلوبة هنا بعد ما طعبوا لي جبت واسمو الملح ملحتهم وبعدها كانت سخنة بزرق و تسنا ندخلهم للدار هنا شوفو كي دخلتهم للدار كانت الكاريتة الكبرة كنت شوفو فيها هدوك الدخان غمني كامل وكان معايا وليدي وعندو قراج يمس تقوني غير قريب تخنق واحدة اللي تكون عندها ديقة ستقوني تمطيح متحمليش تمتم تمتم يعني لتهب هدوك النار ولت الدنيا الكوزينة هدي كامل بيضة اغلقت الباب باش ما يخرجيليش لبيوت الاخرين وخرجت هنا على الباب لو خلت على التراث نحي تمتم هديك اللحم حطيتها في طبيسي وخرجت على الباب لو خلت وروحت للغاز جيرا كتومون طفيتو هدوك الدخان ما جاي روح تبسيف بعد وليدي هكذا ارد البال خرج هديك طابونا تمتم كنت نخدم لهنا على طابونا خرج هاد جيرا كتومون لتراث وخلق هديك الدخان تكمل تخرج وحدها قريب تخنق صدقوني وانا او بيغي على عينيها هدوك عينيها قد خلاص تحرقوا وليت كل حاجة يستطرفيه وليدي هدوك تاني كله يسعل 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 مزيه يعني ما كانت عنده حتى مرض مزمن أبغل قراجم شوية هما اللي خنقوه وشوفو يعني كاريتا رد بلكم تديرو هاد هاد طريقة خاصة داخل الدار البرة قلت لكم ما حسيتوالو بصح الداخل صدقوني 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 عندها ديقة تمتمر حد تخنق والحمتاحا هاد جي نغمالا كتشوفو يعني تتحمر كل حاجة نجحة طريقة بصح خاطيرات جدا 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 جبخي فاغل المقلة الفرن شوية وليه هاد لعب سهدية كان هدا هو الفيديو التانهار اليوم قلت نحضركم حبيبتي حاجة اللي نجربها معكم أني نخدم معكم مصداقية نبقى لغين نقولكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته